ترعاية سمو الشيخ ناصر بن حمل الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ينطلق عند الساعة السابعة من صباح غد السبت السباق التأهلي لمسافة ثمانين كيلو مترا ومن المتوقع يشارك في سباق أكثر من خمسة وستين فارسا يمثلون مختلف الاستبلات المحلية في المملكة وكان سمو الشيخ ناصر بن حمل الخليفة قد شهد إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق الأول في موسم القدرة وشدد سموه على ضرورة إنجاح الموسم الحالي وتوفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للفرسان من أجل إبراز الصورة المشرفة لرياضة القدرة البحرينية والمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققها الفرسان في الموسم الماضي مشيدا بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق وقد حث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي على تحقيق النتائج المتميزة في السباق معتبرا أنه فرصة حقيقية أمام فرسان الفريق الملكي وفرسان الاستبلات المحلية لمعرفة قدرات جيادهم في هذا الموسم إضافة إلى تأكيد قوتهم وجدارتهم وأبدى سموه ثقته الكاملة في أعضاء الفريق الملكي المشاركين في السباق مشيرا إلى أن الفريق الملكي دائما ما يكون رقما صعبا في البطولات والسباقات التي يخضها وأشاد سموه بفرسان الاستبلات المحلية الذين بذلوا جهودا كبيرة في تجهيز جيادهم للموسم الحالي الأمر الذي يؤكد جدية الاستبلات في المشاركة الواضحة لتطوير الموسم المحلي ورياضة القدرة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر